بحثت وزيرة التضامن الاجتماعية مايا مرسي مع الممثل المقيم ومدير مكتب برنامج الأغذية العالمية في مصر جامبيار الدومارغوري أنشطة برنامج الأغذية العالمية بمصر وأوجه التعاون المشترك تناول اللقاء بحث مجالات التعامل المشترك ومنها التمكين الاقتصادي للمرأة عبر ثلاث اتفاقيات تم توقعها مع المؤسسة العاملة للتكافل الاجتماعي بميزانية إجمالية تصل إلى 60 مليون جنيها يستعدف البرنامج إعداد كوادر تدريبية على مهارات التصويق والمساواة بين الجنسين والإقراض للسيدات الريفية حيث نجح في مساعدة أكثر من 70 ألف سيدة منذ عام 2016